السلام عليكم ومشارك ومشاركة ما لتكونوا بخير تبدو لكم اليوم وصفة تغطيلات بدون مول يعني بلال مول هاداك تلح ديد وثاني عفزة ثاني وحد اخرى سهلين بسكو عليش متقعدوش تفاصلوني وفيهم في داخل المول يعني تطبع ودخل طيب حاجة سهلة ثاني كيمزاف الناس عندهم بخوبلة بتغطيلات كيديروهم يطيبو يحطوهم من الجوانب يعني الجوانب يجوهم بلاطين يعني يحطو لهم ثم هكا راح تسلكوا راسكم راح يجو بلايستيج شابين ومن بخاتيك في الماكلة وكشوفو انا كين نرفض الحبان نرفضها فاسيلاً السكرية لها تغطيلات هو الكريم الكريم بتاعكم لازم تكون تقيلة كما راكم تشاهدوا الكريم تاعنا تقيلة الكريم تاعي هادية من بدلها يعني من بكريم نخدم بها لو انت حشوفوا يجي بيض شباب او متاحها شباب ان دي غيا كو تخدموا بلا شانتيه هي كريم موسلين شوفو نزينوها عادي كما نزينو لي تغطيلات باسكو علاش الكريم بتاعنا حاك ما روحها شباب راباتساب ليتاعنا كما راكم تشوفو طيبناها حمرناها شباب باش جينا كوستيان جينا بزف بنينا ممكن ندروا العجولي بش ما تطراش باسكو لكم ما طيبوها شو تحمروها مليح كدرونها العجولي راح تطرى ومراحش جي مقرميشة شوفوها في الحمل التاحوم راح يجو زاهلين اول حاج راح نزبق ندرها هي الكريمة عندي نصري ثلاثة الحليب مية وخمس وعشرين قامتاع السكر خمس وسبعين قرامتاع النيشاء اللي هي الميزينو عندي مية وخمس وعشرين قرامتاع مالغارين اوبلين بيضة لافاني هي متحتاجوش لافاني بتكون اوبلين فيها لافاني ما بصح انايس تعملت لافاني على جل هدوك اللي فيها ندروا بارد في بارد الحليب مع السكر والمايزينو ونحطوهم يعقدو على النار كمانا انا سوف نحب النافاني تكون قاوية سخطو في الكريمة تكون لكم انا لفاني نخدم بها هدوك يجو فيها لقوس دو فاني اللي بي حضرتها يعجبون يجو نقاطي هكاك في الكريمة هذا ما كان سينو قد لكم متحتاجوش يعني ماشي لازمانة في الوصفة راح يوبلين فيها ديجا قد كم استعملتاني مالغارين اوبلين لعنجل لعاكولغ ما احبيتش توليلي لعاكولغ تعلق خامس صفرة كيما شتو درت خلط كلش بارد في بارد وحطيتو فوق القسرونة خليتها تعقد تعقدت لي بهاد القاوام لقدوش نغطيها ببابي سيلو فان أي بشي عندو تخونس بارد نسقط فيها ونخليها تبرد واحد الساعة هكاك. بعد كي تبرد تلحق لهاد القاوام نروح نضربها شوية بالبعضة راهي باردة ردوا بالكم تخلوها سخونا باش مدوا بالناش للزبدة ويروح هاداك القاوام اللي راح نوريه لكم انا يولوا فيها تقابي 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 على الهواء. نخلطها قبل تخيبيان باش نبدأ نضيف في الزبدة قولنا ميو خمس وعشرين قرام بتاع مارغارين وبلين. واحنا مزننا يا. نضيف فيها بشوية وانا نضرب. حتى نحظوا على القاوام اللي راح نشاهدوه مع بعض. يعني كترو شوية تخلاط بشات وليكم خفيفة لك هم شوفوا القاوام جي تقيلة وخفيفة في نفس الوقت. شوفوا. حطها بالجيه ونروح نخدم لعبات سابلي تاعي. نحتاجوا 250 قرام. انتم تحبوون نصفه ونصفه. 250 قرام مارغارين. كاستع سكر وكاستع ميزين النقص اندوى. حبا بيد وصافر. عندي مغرفة صغيرة على فاني وربع ملاقة على خميرة الحلويات. وفانينا باش نلمها. تحبوون تنصفه الكمية بسكوالي. انا نحن ندير دوبليت على كونتيتيب باش ندير واحد السابلي راح نخدمه وحد القاتو ان شاء الله للعيد. دوكم نوري لكم. احنا نطبع قلوبة تاني. اخواتكم ما تقدروا تديرو 125 قرام زبدة. حبا بيد. نصفها سكر غلاسي. نصفها سكر غلاسي. نصفها سكر ميزينة. ملعقة صغيرة محليش تعلها باني. ونضموه بالفارينة. انا اعطيت لكم المقادر نصف الكمية. سنخليكم مقادر تحتها في صندوق الواصل. بالنسبة لطريقة التحضير. كما لكم تجاهدو نضربوا الزبدة. نضيفوا لها السكر ناعم والبيض. نعطيكم الزيتاب يعني بالتدريج. نخلطوهم مع بعض نحو نضيفو الميزينة. ثم نضيفو الميزينة. ثم نضيفو بالفارينة وخميرات الحنويات. همليك اللي زيتاب امستفين. بس كو عليش كي مرما هكا حبطت هذيك الفارينة اللي كانت مليكوتي. بعد ذلك انا توقفت مكنش من فيلمي كيارميت هذيك الميزينة. ولا ولا باني. بصح حاجة يعني سهلة يعني نقطيتها لكم تقدروا تقولوها احتى شفاهيا. هايليك شوفوهنا في الرغط الميزينة بعد اشتروحي بليمان يشن في المي. هايليك اللي فاني قريت لكم. بعد عادي نخلط شوية بالباطر. توجو في ديروا الميزينة ما تكتروش بزافة درعب. شو غير تدخل لكم الميزينة سابون في هذه الزبدة حبسو. بعد نحو كامل الباطر ونكملو نضمو بيدها. وقتاش نحبتو يعني نضمو بالفارينة وقتاش نتوقف ومن ديروش الفارينة كي نحسو بليلعبات خلاص رهي اي تتنحى من يدنا بدت تتنحى من يدنا. ثم ندى نضيفو بشوية هذيك الفارينة حتى نتحصلو على كرة ما تلسقش في سبعتينة. توجو نقول هالكم نتحصلو على كرة ما تلسقش في سبعتينة سابونة هي واجدة. هناني بديت نضيف الفارينة وخاميرات الحلوية وبدن لمبيدي. اضبطا اضبطا لاحقا اسنه. برانة بتاعي بعد ما ضميتها نغطيها ونخليها ترتاحها ربع ساعة باش كي نطيب بها يعني الشكل تها ما يتغير ليش الفرن متتنفخ ما تهباط ما يصر على هاوالو بالنسبة للطابعة انا استعملتها الطابعة رقم سبعين ديتوا ملاصيري هذه اللي رح نوريها لكم سينو انتم ما يعني ديروا اي طابع مدور عندكم مشي لازم هكام شرشفت قدوا ديروا حتى سامبل ولا تقطعوا بالكاس عادي نبدأ نديروا في الفارينا ونفتحوا العبات تاعنا العبات تاعي انا قسمتها لازور قد لكم نصدرتها آآ قلوبة باش ندير لقاتو اللي رح نديروا ان شاء الله في فيديو المقبل ونصدرتو دي حكا دي فون دي تاخت كيتكون تفتحو في العبات صوفتو مور ما تروبوزي العبات لابات مور ما تروبوزي تحسوها حابة تشقق مليكوتي هي عادي رابات سابلي هكا جي العبات شابة يعني ما كيتشقق لكم شوية مليكوتي نمسح العبات رهي شابة تبقوا هكا تدخلو في هادوك التشققات وتفتحو عادي خطلكم وتتطبعوه بالطابع اللي متواجد عندكم آآ مدور وتتقبوها في الوسط بالفرشيطة الفرن تعيره هو دجا يسخن لازم يسخنكم مينيوم ربع ساعة يعني خمستاشن دقيقة باش كيتدخلوا صابيتاكو بيبدأ ديراك تي طيب يعني ديراك تيتحمر ما ياخد لكم شو وقت كبير والصابلي يبدأ يتنفخ يتنفخ داخل الكوشة بلا معنى سمك اللي لازم تحصلوا عليه شوفوا اسهل منها ما كان لا تفاصلني ولا والو ويجو بخاتيك في الماكلة التاحوم بخاتيك في الحمل التاحوم يعني متكسروش كامل على رأسكم شوفوا كمعكم تشوفوا قطلكم تقبضهم بالفرشيطة في الوسط فقط ونحن ندير الكرام وندخلها الطيب على فرن سخن من قبل على ميتين درجة هالي كنقطكم تقدوا تدلوها ما مصابلي يعني بلعاني اني نوريكم بليه تقدوا تدلوها صابلي للعيد بالكون فيتشور عادي هلا نروح نعمر لعبوش تاعي باش ندير اللي تاختلات التوعي ونزينهم بالفاوكه بالنسبة للفاوكه كل واحدة تدير الفاوكه اللي تحبهم بالعاني ذات لكم تشكيلة اللي تحب تدير البانان اللي تحب تدير الفرز ديتع الفرز اللي تحب تدير بالفاوكه تدير بالفاوكه يعني انتو ما كما حبيتو ونعاود لكم المراحظة تاع لازم تحمروهم ملاح نحن نستعمل هاد الفاو تاع بيكسو تاع الموز والفرز كماراكم نشوفو فيهم الداخل يجو شوية ملونين مش بالزاب شوية باكم ملونين يوجد بانان يوجد صفورة وتعالي الفراز يوجد غاز وهدو كاين ترنسبرانت يعني ديروها فوق اللي تاخد كمتال الاناناس وكامل ويوجد فيهم تاني قطكم الدوق يعني يجي فيهم الدوق تعالي البانان والدوق تعالي الفراز كما لكم تشوفو اناني بوشي نطلع للفوق كما تشوفو اناني بوشي نطلع للفوق كما تشوفو وقفة هكا تطلعوا للفوق تكون تبوشي وهدو ما شوية ودتهم مضلعين بزف مهارتين يعني كل واحدة تتلها على حسب الديكون اللي راهو في راسة هيا في الحقيقة هدوك تعالي وسط هم اللي كنت احن ديروهم تعالي الفراز باسكورو ما كيو بريدتهم رقاق فاقابو اللي اخرين تعالي البانان ومبعدتي كي كنت بديت نخدم ما انسيت تلفت لي باسكو علاج تعالي الفراز اللي شريتها رقيقة وطويلة كما كم تشوفو وقصادت لها بوشيتها طويلة التزيين يبقى اختياري وكل واحدة تزيين كي ما احبت هيا اشتركوا في القناة انسي تجاه دين нغشى عليهم هكذا شوية شوية مشوية ما كتروش بزأفنا انا نغش وتاع الفريزة رشيت هون فوق الفريزة كما كم تشوفوا مانيش نرش باحتوني رشار فوق الفريزة هكايا وفي الفريزة الاخرى وهدو كل اخرين عاني ندلهم هاداك الشفاف وريتلكم حكا دي تاختويلات بلا الناباج وهمليكي بلا الناباج كيفاش يجو وهذا وبعد ما قدرت لهم الناباج بناتنا مايبانوش دي تاختويلات نورمان مايبانوش هاكش وصاب لي ودرنا لهم من فوق اللاك خامولي فخوي تاني نغير وكاين نزاف ناس تحب تغير ما تحبش تقعد في الدايكار التقليدي هذه التشكيلة اللي درناها خرج لي كمية كبيرة يعني تعملوني خرج لي كمية كبيرة ومحسيتش بلي خدمة كمية كبيرة الممكنة لخدمة دوحون سهلة بزاف فولا هدا هو الفيديو تايل اليوم مشاء الله يكون نعجبكم مشاء الله نكونكم متخفيفة عليكم واستفدتوا مني من بعض النصائح ولكم تهلاوا بالسفر وحدكم وصحة في طوركم شكراً للمشاهدة اشتركوا في القناة